اشتركوا في القناة في اتخاذ اجراءات اخرى وذلك ردا على موقف الحكومة الكندية بعد اعلان الاخيرة وطلبها الافراج الفوري عما وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم في السعودية مؤكدة في الوقت نفسه رفضها التام على عدم تدخل الدول بما فيها كندا في التدخل بالشؤون الداخلية وعلاقاتها بابنائها السعوديين وان الموقف الكندي يوعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لابسط الاعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول واشار بيان الخارجية السعودية الى ان موقف كندا السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافل للحقيقة وانه لم يبين او لم يبنى على اي معلومات او وقائع صحيحة وان ايقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة ترجمة نانسي قنقر موسيقى